بعد ان كانت امنة مطمئنة اذا بمكبرات الصوت تنطلق فجرا من سيارات الشرطة والدفاع المدني مطالبة المواطنين البقاء في منازلهم المساجد فعلت الامر ذاته بحث المواطنين على عدم الخروج على جميع المواطنين البقاء في المنازل ههي حضر موت لا تكاد تشرق شمسها الا وقد اعلنت الجهات الصحية عن رصد حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ناينتين الاصابة الاولى كانت في مديرية الشحر لمواطن في عقده السادس من العمر والذي يقبع في مركز من مراكز العزل لتلقي العناية الطبية كاول حالة مسجلة في الجمهورية تم تسجيل اول حالة اصابة فيروس كوفيد ناينتين في بلادنا في ساحل حضر موت لمواطن يمني في العقد السادس من العمر وهو يتلقى العناية والرعاية الصحية في ساحل حضر موت واتخذت كافة الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه وتقوم فرق الاستجابة السريعة بما يلزم مع المريض والمريض حالته مستقرة وبالاضافة الى العناية الطبية بالمصاب نفسه قامت السلطات عبر فرق الترصد الوبائي باتخاذ اجراءات الاحتراز مع اهل المصاب والمخالطين له كوسيلة لاحتواء الوباء في نطاق معين هذا وقد اعلنت قيادة المحافظة حالة الطوارئ وحضر التجوال في عموم المديريات والتمهيد لعزل مديرية الشحر والمحافظة ككل عن بقية المحافظات كذلك تم تنفيذ حملات لرش المبيدات والمواد المعاقمة في الشوارع والاحياء كإحدى وسائل الوقاية من فايروس كورونا اشتركوا في القناة